هو الحقيقة وسيلتي في ده كانت دكتور لويس عوط لأن دكتور لويس عوط كان الوحيد بين الخالدين احنا كنا نسمي الدور السادس لحنا الشباب في الآرام وقتها مدحف الخالدين فهو كان الوحيد من هؤلاء الخالدين اللي كان ينزل الدور الرابع ويقعد معنا ويتكلم معنا صالة التحرير اه اللي هو دور اللي فيه صالة التحرير وفيه كافتيريا بتاعت المحررين كان ينزل يقعد معنا في كافتيريا التحرير دي وانا كنت بعرفه من ايام دراستي في لندن كان هو يجي في الصيف يغطي النشاط المسرحي وكده فعرفته وبقيت اطلع له لكن بسبب شغفي واهتمامي بالأدب وبالثقافة يعني ابتديت بقى ابصي مين وشمال لغاية ما قدرت ان انا اتعرف على اولهم كان توفيق الحكيم وكان بالنسبة لي طبعا زي ما بالنسبة لناس كتير يعني هرم لانه ابو المسرح العربي وانا كنت كاتب مسرحي مبتدئ وكان له تأثير كبير علي مسرحه وفكره وكده واقتربت منه جدا وشاءت الظروف بعديها بكذا سنة ان ابن اسماعيل الله يرحمه يتجاوز اختي فلكن علاقتنا كانت من قبل كده وفي مكتب توفيق الحكيم اللي كان يعني بيأمه كل بقى سكان الدور السادس اتعرفت على نجيب محفوظ وتعرفت على يوسف ادريس وزاكي نجيب محمود صلاح جهين وصلاح جهين طبعا صلاح جهين كانت بتربطني بيأعلاقة لقت صداقة الله يرحمه قوية جدا كان اقرب لجيلي يعني من الكبار اوي دور فبقيت يعني قريب منهم جدا وبقوا يحسوا ان انا واحد منهم لدرجة لما توفيق الحكيم كتب البيان الشهير بتاعه ضد حالة اللا سلم واللا حرب في بداية عصر السادات واللي بسببه اترفت كل اللي وقعه على هذا البيان مع عدى توفيق الحكيم اللي كتبه فاما كتب هذا البيان ندهلي وقال لي تعالى امضي مش انت بتقعد بتشتكي ومش عاجبك الوضع وبتقول الناس في الجامعة عاملين مظاهرات اديني كتب بيانه هو ضد الوضع اللي مش عاجبك ده تعالى بص فيه كده لو عاجبك حط اسمك عليه طبعا حط اسمي تاني لسه جاي من السجن من كم سنة بحط اسمي طبعا لا بس لسه ده ما كنتش تسجنت اه بس انا بحط اسمي الى جانب مين الى جانب توفيق الحكيم واحمد بهاء الدين وحوالي يعني مئة اسم او اكثر وقعوا هذا البيان فانه اخترني برضو انه اضع اسمي عليه كان تكريم لي وتسبب في فصلي من الاهرام اتفصلتوا كلكم واحمد بهاء الدين وكله كله حتى الاستاذ نجيب محفوظ اللي كان يعني شوفي مكانة نجيب محفوظ اتمنع كل مسلسلاته وافلامه من التلفزيون ده كان في عهد رئاسة الاستاذ هيكل في عهد رئاسة الاستاذ هيكل وكان بس كان في الفترة اللي كان ابتدى الاستاذ هيكل يبقى على خلاف مع السادات وكان الرئيس السادات بيعتقد انه الاستاذ هيكل هو اللي وز توفيق الحكيم انه يكتب هذا البيان بينما الاستاذ هيكل كان في رحلة الى الشرخ الاقصى وقته ولذلك قال انه توفيق الحكيم ده كان مغرر به وما رفدوش ولا مسه لكن رفد كل اللي مضوا معاه واستطاع له استاذ هيكل الحقيقة بالتدخل انه يقنع الرئيس السادات ده كان في 73 بداية 73 قال له مش معقول تخش الحرب وانت في حالة عداء مع المثقفين بتاع مصر ففي خطبة الرئيس السادات يوم 28 مارس اللي هي ذكرى وفاة الرئيس عبد الناصر كان وقتها الرئيس السادات في كل ذكرى الوفاة عبد الناصر يعمل خطاب ففي الخطاب ده اعلن انه عفى عنا وانه ممكن نرجع تاني شغلنا انا طبعا يعني تحمست وبتاع وقلت هو احنا ايه نترفد بكلمة ونرجع بكلمة مش راجع كان 28 سبتمبر ارجع مكتبك موجود في الاهرام وبتاع لا مش هرجع لغاية ما قامت بعدها باسبوع يوم 6 اكتوبر بسمع الاخبار وبيقولوا عبرنا والمفاجأة اللي حصلت لنا كلنا ب6 اكتوبر وحسيت ان انا لازم اكون في مكتبي والاخبار بتيجي من جميع انحاء العالم على وكالات الانباء لقيت نفسي قاعد في مكتبي وبشتغل ولا كاني كنت غطبان ولا حاجة ترجمة نانسي قنقر